دكتور مصطفى وزيري أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا وسهلا يعني طبعا سعداء جدا بوجودك وأكيد حنستمع لأشياء كثيرة جدا ربما بها بعض الأسرار أيضا في عالم الأثار أنا دايما بسأل في البداية ما الذي يخلك تتجه إلى دراسة الأثار ثم العمل في هذا المجال قصة أديمة أوي أنا من قرية تتبع محافظة قنة قنة يعني 60 كيلو شمال الأسر كان عندنا رحلات مدرسية بيطلعونا يودونا المعابد في الأسر دخلنا على معابد الكارنك كانت أول واقفة قدام الملك رمسيس 2 تمثال كبير ضخم فأنا 11 سنة سألت المدرس قلت له القدماء المصريين كانوا بالضخامة دي علي سكت شوية كده ولقيت بعض الكتابات قلت له هي اللغة دي بتاعتهم ما تتكلمش ساعتها نويت والله العظيم إن أنا أخلص دراستي في 3 سنوية أي مجموعة أجيبه هدخل كلية الأثار وهعرف أثار مصر وأسرار القدماء المصريين عدت 3 سنوية بمجموعة يدخلني طب أسنان صيدالة طب بيطاري علاق طبيعي لا دخلت كلية الأثار جامعة القاهرة درست أربع السنين خلصت اشتغلت مفتش أثار في الهرم والحاجة اللي أنا حبيبها إن أنا أشتغل حفائر اكتشافات حفائر بالذات حفائر وكان فيه أقسم كتير جدا لكن اخترت حفائر يعني في كلية الأثار فيه قسم حفائر لا أنا لما خلصت كلية الأثار التخصص كيف يأتي؟ التخصص لما رحت المنطقة منطقة الهرم يعني فيه تخصصات مختلفة يا إما توثيق أثري يا إما إصطحاب الوعي الأثري أو إلى آخرة لا أنا اخترت قسم الحفائر أمسك يعني إيه فرشة أمسك يعني إيه مصطرين والحمد لله حسيت إنه فيه حاجة لأنه أول أسبوع والله العظيم يا دكتورة أول أسبوع اشتغلت اشتغلت في حتة اسمها الجبانة الشرقية قاعد في المكتب في المنطقة وبصيت لقيت بلوك حجري بتعدي على الجمالة ويتعدي على الخرتية ويتعدي على الزبان وتكعبلوا فيه وإلى آخرة قلت لا طب ما أنا أشيله المنطقة نظيفة طب ما أنا أشيله جاي أشيل الحجر لأ تقيل ندعت على رئيس العمال طلعت المصدرين ابتدت أن أتضف من حوله عشان أشده يطلع إيه يطلع تمثال غير مكتمل لابو الهول ما كملتش أسبوع مفتش أصار في منطقة أثار الهرام حسيت إنه فيه رسالة حسيت إنه يعني الحمد لله أول أسبوع شغل لا ده أنت بتلاقي أثار هنا أصبح فيه علاقة مع الأثار